لا شيء هنا سوى القهر وأرواح تتعانق تغنق الكلمات وتتوقف الحياة من هول المشهد فلا كلام يصف الوضع بعد هذه المشاهد العصية على الوصف بعد أكثر من أسبوعين من التصعيد المتواصل على قطاع غزة مع تدهور الوضع الإنساني والصحي المتدهور أصلاً في قطاع يفتقر إلى مقاومات الحياة منظمات أممية ودولية طبية وإنسانية تقول إن الوضع في القطاع أصبح كارثياً وخرج عن السيطرة التامة مع نعدام أسباب الحياة ونزوح الآلاف من العائلات إلى المستشفيات التي تحولت إلى مراكز إيواء ومشارح للموتى فما عادت ثلاجات المشفى تكفي للمزيد من الجثامين وزارة صحة بغزة أعلنت عن انهيار تام للمنظومة الصحية في مستشفيات القطاع مع خروج 12 مستشفى و32 مركزاً صحياً عن الخدمة وسط تخوفات من توقف المزيد بسبب الاستهداف ونفاذ الوقود فمن دونه ستتوقف المستشفيات عن العمل خلال ساعات بحسب وكالة الأونروا التي أعلنت عن بدء نفاذ مخزون الوقود المتوفر لديها منظمة صحة العالمية أطلقت تحذيرات تقول فيها إن القطاع الطبي في غزة وصل إلى حافة الانهيار مع نقص الاندادات الطبية ووصول القدرة الاستيعابية داخل المستشفيات إلى حدودها القصوى وسداف الطواقم الطبية في أثناء أداء عملها أما الصليب الأحمر فقال إن احتياجات المستشفيات في المنطقة الشمالية من غزة هائلة وتواجه ظروفاً مستحيلة بينما الأطباء ينهارون وفي ظل تصعيد المتواصل ما زال أهالي غزة هائمين على وجوههم يفرون من الموت إلى المجهول ولسان حالهم يقول مقاله محمود درويش سنكون يوماً ما نريد لا الرحلة ابتدأت ولا الدرب انتهى ترجمة نانسي قنقر